وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي بعد تحية دكتور عندما نتحدث عن هذه الدبابات التي ستستقبلها كييف هل من المتوقع أن يكون لها فعلا رد على الأرض أو دور على الأرض في العملية العسكرية؟ صباح النور نعم هذه اللحظة الآن لحظة حاسمة بالحقيقة في عملية الجن المبعد وليس من المفاجأة أن هذه الدبابات ستصل في هذه اللحظة بالضبط حيث تمكنت القوات الأوكرانية من تصفية حقول الألحام في خطوط الدفاع الروسية وخرق هذه الخطوط والآن هناك حاجة ماسة للمزيد من الدبابات في الربيع كانت أوكرانيا تنتظر إلى وصول عشرات ومئات من دبابات غربية مثلا لأطارد كان من المتوقع الوصول على ثلاثمائة دبابات تقريبا ووصل أقل من مئة للأسف ولذلك كل دبابة خمينة جدا وكل دبابة واحدة قد تساهم في مجاح الهجوم الأوكراني طبعا هناك الوقت باقي قليل جدا حتى بدء موسم الأمطار بعد الشهر تقريبا ولكن خلال هذا الشهر يمكن باستخدام هذه الدبابات إخراز نجاحات في تلك المعركة طبعا وقتها لا تحل المهام ولكنها تزيد الإمكانيات وتساهم في النجاح نعم يعني كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين الليلة الماضية وأحبطت أنظمة الدفاع القوي أيضا هناك كان هجوم آخر على سفينة الإنزال الصاروخية يعني تطورات الأوضاع دكتور قطعا عندما نتحدث عن حرب المسيرات التي لم تتوقف نعم كما قلت الآن لحظة حاسمة في هذه المعركة وكثفت أوكرانية ضرباتها بالمسيرات بالصواريخ وخاصة على الأهداف البحرية من السفن وخواصة حتى وبنية تغطية للموانئ الخربية الروسية العسكرية وكل ذلك جزء من خطة واصعة التي تضم تقدم في اتجاه الجنوب أيضا نعم روسيا دائما تقول أنها أسقطت كل المسيرات أسقطت كل الصواريخ ونحو ذلك ولكن النتيجة نعلم أن أوكرانيا تمكنت من تدمير منظومتين إثنتين للدفاع الجوي من طراز S-400 وهي أخدث وأفضل ما يوجد في روسيا من الدفاعات الجوية وكذلك صفن في الأيام الأخيرة دمرة أوكرانيا عدة صفن روسية هذا كما قلت يشير إلى كثافة أو توتر هذه المعركة في هذه اللحظة نعم دكتور وإذا ما نظرنا إلى تطورات الأوضاع وزيارة رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا هل وخصوصا وكان هناك حديث عن مناورات عسكرية أيضا روسية كورية هل هذا سيؤثر على العملية العسكرية هذه الزيارة طبعا سيؤثر نحن لا نعلم بالضبط عن ماذا أكلم بوتين مع الرئيس الكوري ولكن من الواضح أن الحديث دار حول تزويد روسيا بالذخائر روسيا الآن تعاني من عجز ذخائر بشكل شديد وهذه الزيارة وهذه المباختات تشير إلى يأس رئيس بوتين ربما ليس يأس ولكن وضع موقع ضيق جدا له للأسف الكبير من المتوقع أن ترسل كوريا الشمالية بعض الزخائر هي ستؤثر لكن ليس كثيرا لأن هناك بوت كبير هناك أكثر من عشرة آلاف كيلومترا وليست هناك إمكانيات كبيرة لنقل هذه الزخائر إلى هذا البوت بالنسبة للمناورات المشتركة طبعا لن تأخذ هذه المناورات قريبا من الحدود الأوكرانية كوريا الشمالية تقع غايدا جدا وربما ستكون تلك المناورات بجانب كوريا الجنودية بجانب حدود اليابان لتهديد تلك الدول وذلك لن يؤثر مباشرة على الأعضاء في أوكرانيا نعم يعني بالعودة إلى إذا ما تحدثنا عن دعم دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بالأسلحة كان هناك حديث عن وذكرت دكتور تأخر الأسلحة يعني ليس العدد الذي تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بالنسبة للدبابات ولكن هل هذه ستؤثر على إذا ما تحدثنا عن الهجوم المضاد اليوم والذي تبحث عنه سواء كان في العملية العسكرية نعم طبعا هذه الدبابات بقلتها عشرة فقط في هذه اللحظة وبعض قليل ستكون ثلاثون ربما أكثر من ثلاثين ولكن طبعا ليس مئات كما توقعنا وهذا المهم أن تكون تلك الدبابات في وقت مناسب وفي مكان مناسب هي فعالة جدا مقارنة بالدبابات الروسية طبعا وبعد خارق الدفاع الروسية بعد تدخير حقول الألغام الروسية يمكن في نقطة واحدة إدخال هذه الدبابات وربما هي ستخصم نتيجة الماركة في تلك الاتجاح نعم كل شكر دكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من كييف